طيب محمود عايز اخدك ليه تشكيلتك للمنديال حتى هذه اللحظة الابرز بالتسبع لخط خط من اول حراسة المربو شايف مين الافضل في المنديال بونو بدون كلام بس لبونو حارس مربو الافضلية مع تشازني بس لان تشازني خلاص فبونو هو المستمر فياسين بونو طبعا حارس متعلق جدا في اوروبا ومع اشبالية وبيلعب مباريات كبيرة وعمل بطولة كبيرة جدا فيش كلام ناحية الامين بدون تفكير اشرف حكيمي طبعا بدون تفكير طبعا واحد من افضل لايبت العالم في المركز ده واشرف قويته مش في خطة الاربعة اشرف قويته في خطة الخمسة انه يبقى وينجر اكتر ما يبقى منه فول رايد باك طبعا تياجو سيلفا وبيبي تياجو سيلفا البرازيلي بيبي البرتغالي انا بحب جدا بيبي طول عمري يعني هو خليفة ماركو ماتيراتزي بالنسبالي بحب ماتيراتزي ودي ممكن كل الناس عارف عني كده انا عارف انت اختيار مش الاحسن لكن بيبي في العصرة الاخيرة في الرمق الاخير حمدا طولبة البرتغال يستاهل يستاهل انه يكون موجود خاصة بانه مش بيلعب بس سد خانة لا لا بيساهم في انه يشيل فرقة وبيدافع وبيقف كويس وبيلعب السهل وبيسجل اهداف قائد الفرقة وبيتفانى في عمر 39 سنة مش حاجة سهل لأبدا مش حاجة سهل لأبدا ان الناس النهاردة اللي بتتهرب من كريستانو رونالدو يا كريم كانوا يتمنوا من ثلاث اربع مواسم انه بس يبتسم هو بيعدي كرة جماعة بلعبة قاسية جدا في مشاعرها وفي احكامها سيبش الكرة بس بالمناسبة كنت مفكر مع بعض اصدقائي مبالا في كوسة كريستانو رونالدو دي ما هي حياتنا كلها دوارة يعني انت دلوقتي محمود ونجم وعظيم ممكن بعد السبعين لما تكبر هتلاقي الأمور فيه شباب تانية بتطلع وهكذا وبس انا مشكلتي مع كريستانو انه هو نفسه مش قادر يحس ان العمر بيخلص عمر بيخلص في الكورة هو هو مش قادر يقتنع بدا احنا اقتنعنا وقابلين وقابلين يعني نفحة بسيطة من كيستانو ده بالنسبة لي هو بقى نفسه لا هو متضايق انا يا جماعة انا ستيل كريستانو رونالدو انا اللي هجري واروح واجي واشوت وعمل هو الموضوع مش كده بالمناسبة هو كان بيدور على طوقنا غيه انه يفيد اوت بالراح ومتوفاش مع يوفينتوس وفوضى كبيرة جدا حصلت في يوفينتوس وبعدين لما قرر يرجع هو رونالدو واختيار التوقيت اللعيب اللي بيقولك تخرج جنطايف على رجلك هو هو الافضل ديفيدز ناحية للشمال نص الملعب بروزوفيتش صوفيان مرابط طبعا بدون تفكير التالت مين عشان التالت مين يهيمة انا نسيت انا حطيت التالت بس مش فاكر اروحيم فكر محمود التالت مين عشان بيجهزه التالت مين عشان بيجهزه راح من على بال التالت على ما يفكرنا والتالت مهمين طبعا اوليفي جيرو سلاش رودريجي دوباول بروزوفيتش صوفيان مرابط بروزوفيتش كرواتيا طبعا طبعا كرواتيا مفيش كلام لعب رومانة ميزان رودريجي دوباول اتكلمنا عليه باستفادة وصوفيان مرابط طبعا نجمنا العربي ونجم مهم جدا جيرو وهاري كين الاثنين واللي فيه جيرو وهاري كين الاثنين يمكن هاري شوية فلاكشيب لكن جيرو برضو في العصرة الأخيرة انا متعاطف مع كل القدامة المحاربين اللي بيلعبوا على آخر لحظة فينيسيس جونيور في ناحية وكيليان مبابي في ناحية وما بيقصين رفايل ليهو الجمهور الميلان بيدعي ليل ونهار انه مايلعبش أصلا خالص أول مرة شوف لعيب نادي بيشجع لعيب انه مايلعبش بشي حسنا يلعب عقدوا بيخلص السنة دي ولو لايه ابو لمع هيعمل زي سوفيان مرابط هيروح نادي جامل دي هيطلع طبق هيطلع ببالاش ليه المنديال حتى الآن ياسين بونو وديفيز وتيجوسيلفا بيبي وأشرف حكيمي وبروزوفيتش وديبول وسفيان مرابط وفنسيس جونيور وجيرو وكيليان مبابي تشكيلة حلوة والله حلوة تشكيلة مكتفق مع بعض الحاجات أو كثير من الحاجات تفسير من خلال مساكين بس ماشي بيبي بس أنا عندي مشكلة يعني ياهو بيبي أنا بيحبه جدا بس ما يعني ما حطوش في تشكيلة مثلا يعني أقولك حاجة أنا 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 شايف أن رومان سايس عامل بطولة عبقرية عبقرية يعني طبعا طيب يختار مين مدير فني للبطولة تيدي 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 برازيلي برازيلي وعايز أقول حاجة الغرور والعنجهية في فرض الأفكار والمعتقدات لبعض المجتمعات علينا إحنا كمان تخطط مرحلة الأفكار اللي إحنا كلنا بنقومها دا دخلت كمان باستغرب بتفرق بقى على جاري لانيكر وروي كين مش عاجبهم من البرازيلي بترقص مش عاجبهم أنا قدت كده علاقت على روي كين أنا جايجة علاقت في تاني يوم ياخس من بسطو يا ختمالك لا لا هو مش قدر إقبل أن دي ثقافة الشعوب آه بالزبط إن الشعوب في أفريقيا لما بتفرح بترقص بالزبط في أمريكا الجنوبية لما بتفرح بترقص مش لازم كل الناس تفرح تروح تعدل تضرب الراية زي ما عمل مهاجم لسه رسمه إيه زي ما عمل جيمي فاردي مش كل الناس هتعمل جيمي فاردي صح إنت جيمي فاردي شوية وإحنا نرقص شوية وبرازيلي يرقص ويسيبوا يرقص ويسيبوا يرقص إنت هداء ليه تلكة دي هاوة